هذا ويعتبر الملتقى الحكومي 2016 سابقة في العمد الحكومي في مملكة البحرين ومنصة حوارية من أجل تقارب وتضافر إلى العمد الجماعي خدمة للوطن والمواطنين حلقات نقاشية سوف تجمع يوم غد كبار المسؤولين في المملكة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من وراء إقامة هذا الملتقى ها هي مبادرة جديدة تعتبر كسابقة من نوعها في العمل الحكومي في مملكة البحرين تنضم إلى سلسلة من المبادرات الهدفة والناجعة التي أطلقها سموه لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مبادرة جاءت لتحدث فارقا إيجابيا تمتزج فيها الأفكار والأراء تنسق العمل الحكومي بصيغة أكثر تفاعلية ترفع من مستوى التميز والجودة الخدمية إذن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإقامة الملتقى الحكومي 2016 جاءت لتحقق كل ذلك بل جاءت لتكون أكثر شمولية ترتكز على قواعد ثابتة وضعتها الرؤية الاقتصادية الاستدامة التنافسية العدالة إن أكثر ما يميز هذه المبادرة عن سابقتها إنها تحمل فكرا فتيا رؤية واقعية تضع أمامها التحديات التي تدور حولها سواء داخلية أو إقليمية قبل أن تنظر بنظرة ثاقبة فاحصة للإنجازات التي تحققت الملتقى الحكومي سيأتي يوم غد وهو يحمل بين أجنداته مستقبلا أكثر استيعابا لكل هذا الطموح الحكومي وأهدافا تلمع في أفق المملكة ومن أهمها نقل أداء الجهاز الحكومي إلى حقبة جديدة من التميز والخدمات تعزيز دور القطاع العام ومواصلة تطوير مخرجاته تنسيق العمل الجماعي في صيغة أكثر تكاملية وفاعلية بما يصب نحو تخيق الخطط الموضوعة لصالح المواطنين استكمال الخطط والبرامج الموضوعة انتجاما مع الرؤية الاقتصادية 2030 بما يلبي ويتسق مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة تنكتفي بهذا القدر من الأهداف في هذا التقرير فهناك الكثير منها والتي سيكشفها القائمون على الملتقى يوم غد لكننا في هذا السياق لن ننسى أن نذكر الهدف الأسمى لهذا الملتقى وهو العنصر البشري الذي يعتبر في قمة أولويات الحكومة سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين